الجدول المطشاط الفترة الجاية في الدوري مشان برضو تبقوا عارفين بcards عندنا الجولة هتبتع الجولة 29 من بطولة الدوري خاليني اقول لكم كده المطشاط ان شاء الله بكرا في مطشين الاسماعيلي وحرس الحدود بكرا الساعة 7 في اسماعيلي مطش يعني حقت اموت بالنسبة للاسماعيلي وحرس الحدود يعني وردو خلاص بيلعب بقى لتمثيل المشرب في الدوري خلاص فرص وحرس الحدود بقيت صعبة في البقاء في الدوري غزل المحلة وبيرامدز مطشنار في المحلة بكرة ساعة تسعة ونص غزل المحلة دخل في منطقة الخطر واحد وثلاثين نقطة وبيرامدز عايز ياخد المركز التاني وبيرامدز عنده تسعة واربعين نقطة ولسه عنده مطشط اقل من فيوتشر فعايز يكسب المطشط دي عشان ياخد المركز التاني من فيوتشر يوم الاثنين ان شاء الله فيه الاتحاد السكندري والمصري ديربيسكندراني بورسعيدي المقاولين وطلاع الجيش برضو مطش مهم جداً الجيش عايز يبعد عن منطقة الخطورة ويكسب والمقاولين عايز بيلعب على المربع الدهبي الداخلية والزمالك زي ما قلتلكم يوم الاثنين اللي جاي الداخلية طبعاً عايز يبعد عن منطقة الهبوط والزمالك عايز يعني يقرب من مركز التالت الزمالك جي وقت رابع بستة واربعين نقطة عشان يلعب افريقيا السنة الجاية يوم الثلاث اصوان والبنك الاهلي مباراة حياء او موت للفرقتين اصوان الواحد وثلاثين نقطة البنك الاهلي تمانية وعشرين فالفرقتين عايزين يبعدوا عن منطقة الخطورة فرقه وسموحة يوم الثلاث برضو والاهلي هيبدأ بقى يرجع يستقنف لقاءاته المحلية مع امبي والاهلي زي ما قلتلكم عايز يحسم الدوري في الثلاث اربع خمس ماتشاط اللي جايين عشان يتطمن لموقفه في الدوري ويفرق عن فيوتشر ويفرق عن بيرامدز والزمالك وفيوتشر عنده مواجهة صعبة ومهمة مع سيراميكا ومواجهة صعبة جدا ليه ان فيوتشر عايز برضو يعني يحتفظ بالمركز التاني ويقرب من الاهلي شوية وسيراميكا في مرحلة الخطر وعايز اقول لكم خبر على سيراميكا رجع لي بقى كده عشان اقول لكم خبر على سيراميكا كنت لنفردت بيه من اسبوع فريق التراجي التونسي كان هنا في القاهرة بالعب ضد الاهلي مبارح حصلت جلسة ما بين كابتن معين الشعباني مدرب سيراميكا مع المسؤولين في نادي التراجي وعرفت ان خلاص كابتن معين الشعباني حيرحل لتدريب التراجي التونسي يعني عرفت ان حصل جلسة كده هنا في القاهرة ان كابتن معين اساسا كده كده سافر تونس الاسبوع اللي فات وبرضو مبارح التراجي كان موجود بقى لهم يومين تلاتة موجودين في مصر فحصلت جلسة ما بين كابتن معين الشعباني والمسؤولين في نادي التراجي وعرفت أن كابتل معين خلاص اتفق مع المسؤولين في النادي التراجي وخلال ساعات حيمسك نادي التراجي بعد الاستئذان من نادي سيراميكا هنشوف برضو موقف نادي سيراميكا أن فيه شرط جزائي وكلام ده لكن عرفت خلاص أن كابتل معين الشعباني هيتولى مرة أخرى تدريب نادي التراجي التونسي